نبقى محليا حيث أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي أكد أن مشكلة شح البيض في الجمعيات التعاونية بسبب الضرر الذي لحق ببعض المزارع المحلية المنتجة للبيض جراء الجراءات الاحترازية المتبعة أخيرا من انفلونز الطيور قد تم حلها بتوفير كميات كبيرة من البيض المستورد داخل أسواق الخضار والأسواق التعاونية إلى التفاصيل انخفض انتاج البيض في الكويت بعد اكتشاف عدد من حالاتهم في الونز طيور في المزارع ما دفع وزارة التجارة إلى وقف التصدير وتعزيز الاستراد لسد حاجات السوق المشهد هذا لم يكن في هذه الحالة قبل أيام البيض المستورد من تركيا والأردن والسعودية حل محل البيض المحلي الغائب عن رفوف أزمة البيض تفاقمت في شهر رمضان المبارك حيث يزداد الطلب على هذه المدة فتدخلت وزارة الشؤون التي سمحت للجمعيات التعاونية بتخصيص عهد مالية خاصة للاستراد المباشرة أصبح الموردين اللي كانوا يوردون للجمعيات هي الشركات المنتجة الكويتية المنتجة لم تعود قادرة على تزويد الجمعيات التعاونية فأصبح الشراع لمنتج البيض عن طريق شبرة الخضار في منطقة السلبية أما الأسعار فهي موحدة من قبل وزارة التجارة حسب الحجم رح يكون موحد سعر الاتحاد الجمعيات للمستورة دينار ومتين اللي هو ستين سبعين ودينار ومية وخمسين اللي هو حجم خمسين ستين طبعا رح يكون سعر شراء الجمعية أربعة عشر دينار أو أربعة عشر واربعمية وثلاثة عشر ثمانمية بالحدود هذه اللي بيعه للمستهلك دينار ومتين النقص المعروض من البيض المحلي سيستمر لفترة أسابيع قادمة حتى يتمكن البيض المستورد من تلبية الطلب في غدون شهرين أو أكثر مروم حرام تلفزيون دولة الكويت